إذا عملت الناس أو وعدتهم أو عاهدتهم فاحرص على الوفاء فإن الله تعالى كفيل عليكم قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلة أي متكفلا بوفائكم بالعهد والكفيل الضامن قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة فيقال تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد ومحصله تحقيق الوعد المذكور والكفيل الشهيد والرقيب قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلة أي شهيدا على تلك البيعة فإن الكفيل مراعي لحال المكفول به رقيب عليه والكفيل هو الذي يكفل عباده بالحفظ والحياطة قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن أي هل يحفظكم أحد غيره لا حافظ إلا هو فمن رضي بالله كفيلة كفاه وأتم له أمره وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل من بني إسرائيل سأل رجلا أن يسلفه ألف دينار فقال اتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلة فأعطاه ثم لما أراد المقترض أن يرد المال لم يجد مركبة فوضع المال في خشبة وألقاها في البحر فأوصلها الله بقدرته وكفالته إلى صاحب المال ومن آمن بأن الله هو الكفيل توكل عليه وفوض أمره إليه واعتمد بقلبه عليه في جلب المنافع ودفع المضار ونفض القلب واليد عن من سواه ومن آمن بأن الله هو الكفيل اطمأن إلى وعده بأنه تكفل بأرزاق عباده فلم يطلب الرزق إلا من الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر